مشاهدين أنا الكرام أرحب بكم من جديد في تأمل جديد من الكتاب المقدس وآية اليوم تقول ثم جاء بطرس وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنة الملقب برقص حيث كان كثيرون مجتمعين وهم إيش يصلون فلما انقرأ بطرس الباب الدهليز جاءت جارية اسمها رودة لتسمع فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح بل ركضت إلى الداخل واخبرت أنه بطرس واقف قدام الباب فقالوا لها أنت تهزين وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو فقالوا إنه ملاكه هذه بأعمال الرسول 12 لعيات 12 و 15 الأخت رودة خبرت الناس اللي في البيت بأنه بطرس في الخارج وبقية الأخوة يعرفون أنه بطرس بالسجن فما صدقوا كلام رودة هذا على الرغم أنه على الأرجح أنهم مجتمعين مع بعض علشان إيه؟ يصلون من أجل بطرس يخرجوا من السجن طيب الرب استجاب صلواتكم وأرسل ملاكه وأطلق بطرس من السجن وهو الآن واقف عند بابهم ليش ما صدقوا رودة؟ وقالوا عنها أنها تهزي يعني تخرف ومرة أخرى قالوا هذا ملاك بطرس مش كانوا يصلوا عشان يطلع بطرس من السجن؟ بالنسبة لي هذا الأمر يشبه حال المسلم لما يتقدم للمسيح ويترك الإسلام ويصير مسيحي صحيح ويصير اسمه متقدم كنا نصلي ونصلي ولا حياته لمن تنادي وبمجرد أنك تقبل المسيح في حياتك تصبح كل صلاتك مستجرة وهذا يصوي استغراب طيب ليش؟ لأنك تكون إنسان جديد وصلاتك وقتها تتوافق مع إرادة من؟ الرب وقد يكون هذا السبب اللي خلاهم يتفاجأون لما استجاب الرب صلاتهم شيء جديد عليهم التلاميذ مثلهم مثل المتقدم للمسيحي اللي من خلفية إسلامية كلهم حديثين عهد في النعمة وبتدري يش يتعودون شوي شوي على ضبط صلواتهم لأن صلات البار تقتدر في فعلها هذا بسفر يعقوب خمسة ستعش وشوية شوية تلاقي صلاتك تتحول من الطابع السلبي اللي يتمنى الشر للأعداء اللهم اكسر مدري إيه ومادري إيه اللي هو الطابع الإيجابي اللي يتمنى الخير للأعداء وتصلي علشان الرب يفتح عيونهم ويقبلوا المسيح مخلص شخصي لحياتهم ويخلصون شاركنا واكتب لنا إذا حدث معك أمر مماثل علشان المجد اسم إلهنا سوية إيش اللي يصير لو قررت أنت من نفسك أنك تشارك هذا المقطع وتتكلم إيش تسوى الرب بحياتك ومن خلاله وبشي جديد شارك الآن عشان تعرفي الجواب وباركناكم من بيت الرب يسوع المسيح له كل المشد آمين اشتركوا في القناة